اهلا وسهلا اعزائي طلبة وطلبات التصنيع الغذائي بالتعليم الزراعي فني تصنيع غذائي الصف الثاني وحدة تصنيع الاغذائي الشعبية والمخللات وصلنا في المخرج الاول في تصنيع المخللات وهناخد دلوقتي ان شاء الله الجزء التحكمات التقليل وهنبدأ بجزء الخطوات العامة للتقليل الخطوات العامة للتقليل لهم ست خطوات ست خطوات اولها الاستلام الغسيل الفرز زي ما هنشوف الاستلام الغسيل الفرز التمليح الاعداد والتجهيز والتعبئ دول ست خطوات اول خطوة فيهم اللي هي الاستلام اللي احنا نقولنا عليها في نهاية حلقتنا اللي فاتت الاستلام عامة يراه عند استلام الخطوات قبل بدء اعمالي التخليل ان تكون على درجة النطج الملائم ما تكونش قبل النطج التام النطج التام مش هينفى معايا في التخليل وتفضل عادة الاحجام الصغيرة زي الخيار والبصل بفضل احجام البصل الصغيرة واحجام الخيار الصغيرة عشان دول اللي بنفعه في التخليل بيبقى افضل في التخليل وفي حاجة تانية شرطي كمان ان لازم الفترة ما بين حصات او جمع الخطوات من الحقل او من المزارع لغاية بدء عملية تصنيع من 10 ل 12 ساعة ما تزيدش عن كده علشان يكون الصمار بتاعتي اللي انا جايبها تازجها تماما عشان ابدأ بيها عملية تصنيع التخليل او المخللات اللي انا اصنعها بعد كده الغسيل الغسيل ببدأ عملية غسيل للاصناف اللي انا استلمتها لاني لازم استلم اصناف معينة اللي تنفع معايا في التخليل ايه واللي ما ينفعش ايه بغسل اصناف دي والصمار دي من الشوائف لو كان فيها طين او اي حاجة تانية ببدأ لها عملية غسيل زي ما هنشوف يجرى غسيل للخضروات خاصة اذا كانت غير نظيفة هي نظيفة او غير نظيفة لازم نغسله لازم نغسله علشان لو فيها بعض بواء المبينات اللي نترشد او بعد مثلا لو كابريت مايكروني او حاجة اترشد عليها لازم اعملها عملية غسيل على الافضل ويضاف بادئ يحتوي على بكتيريا حامض انخليك علشان ابدأ عملية التخليل بعد كده تالت حاجة الفرز بعمل عملية فرز للصمار اللي انا غسلتها لان الغسيل عمتا بيبين قدامي حاجات كتير ممكن بيبين لي الصمار المصابة طالما حطتها في مية لو في ديدان للصمار ولا حاجة وانا مش شايفها الغسيل بيبينها بيظهرها فابدأ استبعدها لو في فطريات او بكتيريا عاملة لزوجة على سطح الصمار الغسيل برضو بيظهرها قدامي وانا في الفرز ببدأ استبعد الصمار المصاب زي ما هنشوف تجرى عملية الفرز الاستبعاد التالف والمصاب والغير مرغوب فيه بعد كل ذلك تبدأ عملية تخليل نفسها يعني بعمل عملية الفرز على استبعد الحاجة البيضة او المصابة والاصناف الغير مرغوب فيها او الصمار الكبيرة عن زينا عن لزوج يعني ممكن في اللفت لو لقيت وانا بفرز الصمار الكبيرة طبعا دي ما ينفعش في التخليل لانها بتبقى عاملة زي السفنج في الاكل فما ينفعش طبعا في التخليل فببدأ استبعدها والصمار بتاعت الخيار الكبيرة طبعا بيبقى طعمها في التخليل مش تمام فيفضل الصمار الصغيرة فعلشان كده بستبعد الصمار الغير مرغوب فيها اللي هي الصمار الكبيرة او الحجام الكبيرة من قبل بدء عملية التخليل ببدأ بقى عملية التخليل نفسها اول حاجة فيها اللي هو التمليح رابع حاجة اللي هي التمليح يقصد به وضع الخامات الزراعية او الصمار فضروات في محلين منحية مختلفة التركيز الى ان يتم فيها التغيرات المرغوب فيها حيث تعمل نوادك هذه التغيرات كماد حافظة وينقسم التمليح لقسمين تمليح عندي لقسمين تمليح جاف تمليح رط هنشوف الفرق بينتهم ايه الوقت اول حاجة طرق التمليح تمليح جاف تمليح رط تمليح جاف تمليح رط التمليح الجاف يضاف 6 كيلو جرام ملح الى كل 100 كيلو جرام خضر من الخضروات اللي أنا جايبها عشان أعليها عملية تخليل كل ميت كيلو خضروات أصادها ستة كيلو جرام ملح اللي احنا قلنا على الملح الآن هي الخالي من الشوائب الخالي من أملاح الكالسيوم والماغنيسيوم والحديد ويفضل أن أنا أستخدم أملاح الألبان اللي هي الخالية من الشوائب وإضاف فيه ستة كيلو جرام ملح جاف لكل ميت كيلو جرام خضروات والمزج الجيد لاستخلاص عصارة الخضار ووضع السقل فوقها يعني بحط التقل فوق الخضار من فوق جوه فوق البرميل وغمرها بالمحلول الملح المتكون نتيجة الضغط الإسموزي يعني المحلول منه فيه من الخضار نفسه ويرفع تركيز الملح أسبوعيا بمقدار 2% يعني بزود الملح كل أسبوع كل أسبوع بزود الملح كل أسبوع بزود الملح بمقدار 2% علشان أوصل بالنسبة من 15% ل 16% في خلال شهرين في خلال شهرين طب عيوب الطريقة دي بقى بيخلي الخضار بتاعي الخضار بتاعتي بتكرمش أو تنكمش بيبقى شكلها مزدريف لأن الملح بينتص المية من جوه الخضار علشان كده التمليح الرطب أفضل من تمليح الجاف إلا أن التمليح الجاف يفضل في بعض الأنواع به التمليح الرطب تمليح الرطب وفيه طغم الخضارات في محلول ملحي في محلول ملحي يعني هنا بعمل المحلول الملحي لستة لتمانية في المية من ستة لتمانية في المية تركيزه من ستة لتمانية في المية يعني كل ستة كيلو أو تمانية كيلو ملح أصادهم ميت لتر مية ميت لتر مية بحط فيهم من 6 إلى 8 كيلو جرام ملح ثم يرفع تدريجيا التركيز إلى 10% في مدة 3 أيام يعني بعد ذات أيام بزود التركيز ده إلى 10% بزود التركيز إلى 10% بعد ثلاث أيام وبعد كده بيرفع التركيز إلى 15% يعني التركيز بيبقى 15 كيلو جرام ملح لكل 100 لتر مية ده هو 15% في خلال شهر في نهاية الشهر أكل وصلت إلى 15% لتركيز المحلول الملح ويراعة في هذه الحالة أضافة كولوريد كالسيوم بنسبة 0.5% 5 من 10% لمنع هري المخللات مع زيادة نسبة الحامض مع زيادة نسبة حامض اللاكتيك وتمتاز هذه الطريقة بنشاط عملية التخمر لمناسبة تركيز الملح في بدايتها لتكاصل البكتيريا المرغوبة يعني التركيز اللا هو من 6 إلى 8% بيزود نشاط البكتيريا ولما بزيد بزود التركيز الملح لعشرة في المية بيزيد نشاط البكتيريا لكن من عيوبها بقى إيه؟ وده العيوب الرئيسي فيها تكاصل بعض البكتيريا الغير مرغوبة وليونة المخللات الناتجة على أنها تفضل على الطريقة السابقة على وجه الأموم علشان هنا المخللات بتحتفظ بشكلها هنا في الطريقة دي المخللات هنا بتحتفظ بشكلها علشان الملح في الطريقة اللي فاتت بيسبب كرمشة أو انكماش للصمار لكن هنا طبعا هيبن محطوط في المحلول المحلول بيحافظ على شكل الصمار على شكل الصمار بنغطي أسطح البراميل من بداية التصنيع بطبقة من زيت البروفين بعد الوصول إلى درجة التقمر المطلوبة وذلك لعزل محتويات البراميل عن الهواء ليه بنعزلها يا شباب؟ علشان أمنع نمو خمائر المايكو ديرما على سطح المخللات علشان أمنع نمو الخمائر على سطح المخللات ومن أهم التغيرات التي تحدث أثناء التمليح ما يلي أهم حاجة أن التغيرات التي تحدثت تحول المواد الكربوهيتراتية خاصة السكريات إلى حمض الأكتيك تحول المواد الكربوهيتراتية خاصة السكريات إلى حمض الأكتيك تاني حاجة تغير لون المخللات فيفتح لون الخيار مثلاً لتكون مركب الفيتوفيتين ويحمر اللون الليف المحتوي على سطح الأنسس ينين اللي وجوده في البيئة حمضية يعني الكربوهيترات اللي منها السكريات طبعاً بتتحول لحمض الأكتيك بفعل نشاط بكتيريا حمض الأكتيك أو بكتيريا حمض الأكتيك دي بتغير المركبات أو بتكسر المركبات السكرية وبتحولها لحمض الأكتيك تمام تاني حاجة لون بعض الصمار بيفتح شوية أو بتغير لون زي إيه الخيار الخيار عشان مركب بيتكون مركب الفايوفايتين بيبقى لونه فاتح شوية بيفتح عن الأول تاني حاجة معنا اللي هي الليفت الليفت بيتغير لونه للأحمر سنة بيحمر لونه بيحمر لون الليفت ليه علشان وجود سبغة الأنسوسيانين بسبب وجود الليفت في بيئة حمضية لأن احنا شغالين كله في بيئة حمضية فعشان كده بيتغير بيتحمر لونه شوية بعد كده قد تفقد بعض المكونات القابلة للزوابان في الماء قد تفقد بعض المكونات القابلة للزوابان في الماء كما أن الخضروات المحتوية على الكابريت زي كرومب زي كرومب أو الليفت والبصل فبنشم منها ريحة كابريتيد الايدروجين كابريتيد الايدروجين بعد كده تنشط بعض الانزيمات البيكتينية مهاجمة مهاجمة الجدر الوسطى للخلايا المحتوية على بيكتين غير زائب فلتسبب ليونة المخللات طب أمنع ده بإيه أن أنا بضيف الحمض في بداية التخليل وبرفع تركيز الملح وبرفع تركيز الملح علشان أوقف نشاط الانزيمات علشان أوقف نشاط الانزيمات الانزيمات دي موجودة عمتا كده كده موجودة داخل الصماع فعلشان أوقف أو أصبط نشاط الانزيمات اللي هي بتهاجم جدار أو جدر الخلايا وبتسبب ليونة المخللات بضيف الحمض من الأول خالص بضيف الحمض في بداية التخليل وكمان برفع تركيز الملح وبرفع تركيز الملح في المحلول الملح تكون بكتات السوديوم في جدر المخللات تكون بكتات السوديوم في جدر المخللات وهذه المادة قابلة للزوابان وتسبب ليونة المخللات برضو نتغلب فيها بإضافة كولوريد الكالسيوم بنسبة نص أو خمسة من عشرة في المية حيث تتكون بكتات الكالسيوم غير قابلة للزوابان عشان منع أساسا بضيف كولوريد الكالسيوم بنسبة نص في المية أو خمسة من عشرة في المية تحدث على الأقل الثلاثة أنواع من التخمرات ناتجة عن المايكروباط الموجودة في الخضروات قبل التخليل أهم ثلاث أنواع من التخمرات التي تحصل بكترية حمد اللاكتيك الموجودة تنتق حمد اللاكتيك بكترية حمد اللاكتيك الموجودة بتنتق حمد اللاكتيك دي أول تخمر التخمر اللي بعد كده مجموعة بكترية بكترية أرسيتو بقطة الموجودة تنتق ثاني أكسيد الكربون والهايدروجين مجموعة الخمائر الموجودة تنتج ساني اكسيد الكربون والإيسانول يعني حمض الخليك بينتج من تخمر اللاكتيكي بواسطة بكترية حمض اللاكتيكي اللي أنا عايزها أساسا لكن النتجتين التانيين طبعا أنا بقللهم بزيادة حمض اللاكتيك من الأول وبزيادة نسبة الملح عشان كده بقللهم خاصة الخمائر اللي بتنتج ساني اكسيد الكربون وغاز الإيسانول رقم خمسة بعد كده الاعداد والتجهيس الاعداد والتجهيس تتم هذه العملية بنقع المخللات في ماء دافئ لمدة عشرة لاربعتاشر ساعة يعني بنقع المخللات بداحتي من عشرة لاربعتاشر ساعة في مية بردة وبعد كده بنقلها المية دافية ثم ماء برد تاني لمدة أربع لست ساعات ويستحسن في هذه الحالة إضافة شابة أو كدورية كالسيوم بنسبة نص في المية أو خمسة من عشرة في المية لإكساب المخللات قوامة صلبة يعني بخلي القوام بتاع المخللات بتاعي صلب شوي وقد تجرى لعملية فرز بنعمل عملية فرز بعد العملية دي ليه؟ بهدف خفض خفض تركيز الملح للتركيز المستسار حوالي من خمسة لتمانية كيلو التمانية في المية ملح بعد كده التعبئة المرحلة دي اللي أنا هعبي بيقى فيها المخللات بلاحتي في العبوات اللي أنا هبدأ أفلع بيها في البيع أو داخل المنزل قد تعبق في أواني زجاجية بعد إضافة بعض التوابل في محلول حامض الخليك اللي هو الأربع في المية وتركيز الملح خمسة لتمانية في المية واليسمى المخللات الحامضية وقد يضاف يعني ممكن نضيف نسبة 3 جرام سكر لكل 4 لتر حمد خليك ويسمى الناتج من هذه الطريقة المخللات الحلوة واليستهلك عادة بعد 2 ل 4 شهور من التجهيز حيث يكون كل السكر قد تحول وأصبح لون الخيار مثلا غامل بيغمأ شوية وهذه المخللات منتشرة في أمريكا وإنجلترا وهناك نوع آخر يكون الثوم فيه أهم عنصر الثوم أهم عنصر فيه وتكون التعبئة في محلول ملحي فقط وفي هذه الحالة يجب بسطرة المخللات على درجة 85 درجة مقوية لمدة 15-30 دقيقة بعمل عملية بسطرة للمخللات قبل بحطها في المحلول الملحي علشان كده بحطها في المحلول الملح باع البسطرة علشان أمنع أي نمو بكتريا بعد كده تأسعا فساد المخللات الأسباب وطرق العلاج في طرق بيبوز بيها المخلل مني بشوف هي أي هي الطرق دي أي هي الحاجات دي أسبابها إيه وطرق علاجها إيه أول حاجة اسم الفساد أسبابه وعلاجه هالي المخللات هالي المخللات ده سببه الرئيسي قلة الحموضة قلة أو الحموضة أو قلة نسبة الملح عن عشرة في المية زي ما احنا قلنا في الأول إن المخلل عندي بيشوف مثلا اللفت بل إيه هعمل زي الجيلي بقى طاري جدا أو الخيار بقى طاري جدا ده سبب إيه إن أنا ما حطتش الملح كويس من الأول ما رفعتش نسبة الملح للعشرة في المية الحموضة بتاعتي ما كانتش كافية عشان كده علاجه إيه أضافة كولوريت كالسيوم أضافة كولوريت كالسيوم بنسبة نص نص في المية أو خمسة من عشرة في المية يعني بزبط الحموضة والملح بزبط الحموضة والملح تاني حاجة نمو المايكودرما نمو المايكودرما على السطح أو الكائنات الضقيقة لما بشوفها بعض الحالات على المخليلات سببها إيه السبب الرئيسي فيها انخفاض تركيز الملح وإن أنا ما أفلتش الغطى كويس وما حطتش نسبة زيت على الوش من فوق علشان أعزل السائل بتاعي أو المخليل بتاعي عن السطح أو عن الهواء يبقى سببين انخفاض تركيز الملح والظروف الهوائية بتاعته الظروف الهوائية هنا إن أنا ما أعزلتش السائل بتاعي عن الهواء عن طريق إيه إضافة الزيت إضافة الزيت العلاق بتاعه في البداية عشان أتلافع العيب ده إنه ما أحصلش إن أنا بحط طبقة زيت فوق المخليل وقفل على المخليل بتاعي وضع طبقة من الزيت على سطح المخليل وضبط التركيز بضبط التركيز بتاعي تركيز الملح بتاعي العشرة في المية بعد كده تلون المخليل باللون الأسود المخليل بتاعي فبعض الحالات بشوف عليه بقع السودة طب البقع السودة ده إحنا قلناها في البداية تيجي من إيه بتيجي بسبب وجود معدن حديد في المحلول الملح اللي أنا حطيته أو في الصمار اللي أنا حطيتها أو في المية اللي أنا ضفتها يفي الملح يفي المية يملوث به الصمار علشان كده استخدام ماء ملح وماء خالي من الحديد وعدم استخدام أواني حديدية في التخليل وغسل الصمار جيدا بضيف حاجة كتاني وغسل الصمار جيدا يبقى كده علشان أتلافل بقع السودة على الصمار بتاعدي بعد التخليل قبل ما ابدأ عملية تخليل من الإساس باختار مية نقية خالية من عنصر الحديد باختار ملح خالي من عنصر الحديد بعمل عملية غسيل جيدة للصمار وماستخدمش أواني من الحديد اللي ممكن يتفاعل مع المحلول الملحي أو البكتاريا اللي موجودة عندي أو حمض الخليك اللي منتجة عن طريق البكتاريا اللي موجودة عندي طيب بعد كده وجود بقع جيرية على سطح المخل بلاقي بقع بيضة على سطح المخللات يعني مثلا ممكن يلاقي الخيار عليه بقع بيضة اللفت المحمر عليه بقع بيضة من الوهلة الأولى هتقول كده مباشرة إن الحاجة دي عليها عفن لا هو مش عفن ولا حاجة ده مش عفن العفن ما داكيش بسبب الملح على فكرة لكن البقع دي ايه وجود أملاح الكالسيوم بزيادة عالية بنسبة عالية زالت نسبة تركيز أملاح الكالسيوم عندي طيب أملاح الكالسيوم الغير مرغوبة دي زالت ليه يا أما استخدام مية فيها أملاح كالسيوم غير مرغوبة يا أما استخدام ملح موجود في أملاح الكالسيوم يا أما وأنا بضيف كل وجود الكالسيوم دفتوا بنسبة عالية دفتوا بنسبة عالية عشان كده استخدام ماء وملح خالي خاليان من أملاح الكالسيوم استخدام ماء وملح خاليان من أملاح الكالسيوم بعد كده انكماش المخللات عيب من عيوب المخللات انكماش المخللات بلقى حجم المخلل الصغر وحصلت عليه كرمشة كتير ده سببه ايه سببه ان الملح الزيادة عندي زيادة عن اللزوم الملح بتاع المخلل الملحة او الملح بتاع الطريقة الجافة كان زيادة عن اللزوم طيب علاجه ايه يا اما بصبت تلكيز من الاول علشان ما يبقاش فيه العب ده يا اما بنقع المخلل في تلكيز اقل من الملح في تلكيز اقل من الملح او مية بالنسبة ملح بسيطة علشان يرجع المخلل لحجمه الطبيعي وبعد كده احطه في المحلول التخليل بتاعي وابدأ في العليه علشان الاستهلاك طيب بعد كده المخللات المفرغة المخللات المفرغة بيبقى فيه جيوب داخل المخللات او تلقى حطة مصمطة كده فيها فراغ فيها هوا داخل المخللات وخاصة اللفت وخاصة اللفت ده بسبب ايه بقى الجيوب دي الغازية دي بسبب ايه لعدم ضبط الحموضة ان انا ما ثبطتش الحموضة من الاول وما ثبطتش الملح تركيز الملح والحموضة عندي ما ثبطتوهش واختياري للصمار بتاعتي ما كانش مناسب ما كانش مناسب اخترت درجة صمار ان النطج بتاعها عالي شوية يا اما لسه في بداية النطج لكن علشان اتلافة العيوب دي او اعالجها بزبط الملح بزبط تركيز الملح وبزبط تركيز الحموضة وبختار الاصناف والصمار في مرحلة نطج معينة او نطج مناسبة في مرحلة نطج مناسبة علشان اتلافة العيوب بتاعت المخللات المفرغة او الجيوب الغازية بعد كده انتفاخ علب المخللات انتفاخ علب المخللات فبعض المخللات اللي هي البرتمانات البلاستيك بلقاها منفوخة عن الحج الطبيعي ده سببه ايه؟ سببه تفاعل تفاعل مكونات المخلل مع معدن العبوة وكان بسبب عدم البسطرة للمخلل العبوة اللي انا معبي فيها اللي ازا كانت معدن او بلاستيك اتفاعلت مع محتويات العبوة او ان انا ما عملتش بسطرة للمخلل بتاعي قبل ما عمله عملية تعبئة او بعد التعبئة طيب تلافي العب ده ايه؟ بتلافيه ازاي؟ قبل ما قبل ما صنع خالص بجيب العبوات بتاعتي بيبقى فيه نسبة ورنيش معين مختص بالعبوات دي علشان اعمل عازل عن السائل مع سطح العبوة دي حاجة يا اما استخدام عبوات من الزجاج او البلاستيك الامن من الزجاج او البلاستيك الامن وكمان اعمل عملية بسطرة للمخللات بتاعتي بعد انتاجها بعد كده تكوين رواصب في قاع الاواني تكوين رواصب في قاع الاواني الرواصب دي بتاجي منين؟ الرواصب بكتيريا اعملتا بتكون بكتيريا لعدم كفاية عملية البسطرة او الحموضة يبقى انا ما زبطتش البسطرة ما زبطتش الحموضة ما زبطتش تركيز الملح عشان كده انامت بكتيريا ولما جيت عبيت في البرتمانات انتاج بتاع ببرتمانات وزدت نسبة الاملاح ماتت البكتيريا ونزلت رواصب تحت البرتمان من تحت طيب اتلافها ازاي؟ اجراء عملية بسطرة وتحضير محلول تسويق جيد للتعبئة اجراء عملية بسطرة وتحضير محلول تسويق جيد للتعبئة اجراء عملية بسطرة وتحضير محلول تسويق جيد للتعبئة والمحلول بتاع التصنيع بيكون جيد مناسب طب الطعم المور في بعض المخللات بيكون طعمها نور أو طعمها لازع شوية كده مش مستحب وممكن ريحة مش مستحبة كمان ده بسبب ايه وجود أملاح الماغنيسيوم وجود أملاح الماغنيسيوم أو استخدمت مية من أبار فيها المية ماء عسر طيب أتلافع العبدة ازاي او عالجه ازاي ان نستخدم مية خالية من أملاح الماغنيسيوم مية مقطارة مثلا وخالية من أملاح الماغنيسيوم يبقى كده شوفنا ان اسباب الفساد واسم الفساد ايه واسبابه ايه وعلاجه ايه هالي المخللات نمو المايكو درما تلون المخللات باللون الاسود بقوة كود بقع جيرية على سطح المخللات انكماش المخللات المخللات المفرغة او الجيوب الغازية انتفاخ علب المخللات تكوين رواصب في قاع الاواني الطعام المر شوفنا العيوب دي اسبابها ايه وعلاجها ايه شوفنا اسبابها ايه وعلاجها ايه اتلافيها ازاي بزبط نسبة الحامض وزبط نسبة تركيز الملح وكمان بستخدم مية وملح بيكونوا خليين من املاح الكالسيوم واملاح الحديد واملاح الماغنيسيوم عشان اتلافى ده كله عشان اتلافى ده كله طيب علشان اتلافى نموه اي بكتيريا او اي فضليات غير مستحبة بعمل عملية عزل بعمل عملية عزل للمخللات بتاعتي بطبقة من الزيت بطبقة من الزيت بيعمل لي عملية وجود التفاعلات بتتم كلها للبكتيريا الحامض لللاكتيك لا هوائية التفاعلات لا هوائية فعلشان كده لما بعزل كده كده البكتيريا الشغلة عندي لكن البكتيريا الغير المستحبة البكتيريا الهوائية لما في عدم وجود الهواء ما بتبقاش موجودة ما بتبقاش موجودة ونسبة الاملاح العالية المصبوطة بتعمل لي عملية منع نمو أي فطريات أو بكتيريا غير مستحبة عاشراً طريقة عمل بعض أنواع المخللات زي تخليل الليفت زي ما نشايف طريقة الليفت عندي المكونات اللازمة لتصنيع المخلل الليفت ملح طعام حمض لكتيك كولوريت كالسيوم تجهيز المحلول الملحي المحلول الملحي هنا تركيزه عشر في المية بعمل محلول ملحي بجيب كل عشر كيلو ملح وصادهم مية لتر يبقى لكيلو وصاده عشر لتر مية الكيلو ملح عشر لتر مية يبقى لعشر كيلو وصادهم مية لتر مية عشر كيلو ملح في مية لتر مية الكيلو الملح عشر لتر مية تمام كده زائد نص في المية او خمسة من عشر في المية حمضي لكتيك زائد ربع في المية اللي هو خمسة وعشرين من المية في المية كولوريت كالسيو ده المحلول الملح خطوات التخليل اول حاجة اول حاجة لما بايجي اختار الصمار بختار الصمار الصغيرة مش الكبيرة صمار مناسبة بعمل لها عملية غسيل بعمل لها عملية غسيل كويس بالمية ليه علشان بسيل اي رواسط طينية موجودة على الليفت بعد كده بحضر المحلول الملحي عشر في المية للتركيز وعشر في المية عند ابداية التخليل بعد كده غسل البراميل جيدا لازالة ما علاقة به من اطربة وشوائب وغيره بغسل البراميل كويس جدا 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 بعد كده وضع الصمار الليفت المجهزة في البراميل بحط الصمار اللي انا جهستها وقطعتها اذا كنت عايز اقطعها او اسيبها سليمة على حسب الحجم بحطها في البراميل بعد كده بضيف المحلول الملحي لللفت الموجود بالبراميل مع اضافة نص في المية كولوريت كالسيوم لمنع هاري المخليلات لمنع هاري المخليلات بعد كده غلط البراميل لمدة ثلاثة ايام ثم يرفع التركيز زردرجيا لخمستاشر في المية في غضون شهر يعني ببدأ اعزاء اوة نسبة الملح لحد ملاقي ان النسبة بقى خمستاشر في المية بعد نهاية الشهر بعد نهاية الشهر بحيلاقي التركيز بقى خمستاشر في المية رقم سبعة تقطيع صمار الليفت المخللة الى اجزاء بوسطة ثجاكين بقى تشكيل لو انا عايزي شكلها بشكلها هنا بعد نهاية التخليل بس اعطاها بسجاكين بداحتي على حسب الاشكال اللي انا عايزها فيه اشكال سجاكين كتير فيه اشكال سجاكين كتير بتعملني اشكال مختلفة لمخلل الليفت بعد كده نقع الصمار بنقع الصمار دي في بعد التطيع في ماء نقي خلي من ملح في مية في مية بس علشان اتخلص من ملح الزائد يعني لو في ملح زيادة بتخلص منه رقم تسعة بعبي بقى المخلل اللي انا اللي انا كنت نقعه في المية ده بعد تصفيته في برطمانات مع اضافة التوابل مع اضافة التوابل اللي انا عايزها اي توابل انا عايزها بقى في محلول حمض الخليك اللي نسبته اربعة في المية وتركيز الملح فيه من خمسة لتمانية في المية وتغلق جيدا وتغلق ايه جيدا قبل ما اقفلها قبل ما اقفله بحط علشان امنع الهوى نسبة زيادة بسيطة وراح اقفل علشان امنع الهوى تماما عن المخللات زي ما احنا شايفين الصور قدي الصمار قدي التقطيع قدي الصمار متقطعة داخل البرطمان وبكده هنكون وصلنا لنهاية الحلقة وهنبدأ نشوف لبعض الزملاء المدرسين بعض الحاجات اللي مطلوب انهم يبقى موجودة معاهم اثناء تدريس وتدريب الطلبة على المنهج بتاعنا تاعة جدرات اولا زي ما نمجهز دليل الطالب معايا دليل الطالب كله وبعد كده دليل المعلم دليل المعلم لازم يبقى موجودين معايا كمدرس او كمعلم او مقيم للواحدة دي لازم يبقى موجود معايا دليل الطالب ودليل المعلم عشان عشان ابدأ اشرح واخن عارف اللي مطلوب مني ايه اللي مطلوب مني ايه بعد كده امجهز بعض الحاجات زي دفتر الغياب لا لازم يكون موجود مع كل المدرس دفتر غياب زي كده اهو دفتر غياب ده يخصني انا ده دفتر الغياب بتاع الطلبة بكون مجهز علشان اخد بي غياب الطلبة بتاعتي علشان ساعد التقييم بحافظ بشوف الناس بتاعتهم قد ايه اشوف مين اللي هيقيم ومين اللي ما هيقيمش بعد كده السجل السجل بتاع توقيع الطلاب بالعلم على موعيد التقييم السجل توقيع الطلاب بالعلم على موعيد التقييم الجدرات السجل ده بيبقى مكتوب فيه اسماء الطلبة زي ما احنا شايفين كده وبكتب في خانة خانة فيها المسلسل خانة فيها الاسم خانة فيها رقم الطالب تاريخ التقييم تاريخ التقييم توقيع الطالب بالعلم من فوق عنوان الوحدة وحدة تصنيع الأغذية الشعبية والمخللات او اي وحدة كانت مخرج رقم واحد يصنع المخللات ده ده نموذج ل دفتر او سجل توقيع الطلاب بالعلم لازم الطالب يوقع لي بالعلم قبلها بفترة قبلها بفترة ليه علشان اعرفه معاد التقييم بتاعه امتى معاد التقييم امتى بعد كده ده المخرج التاني هسأل المثال مخرج اتنين يصنع الأغذية الشعبية ده كان المخللات وده الأغذية الشعبية بعد كده خطة التقييم خطة التقييم خطة التقييم بيان خطة التقييم وحدة تصنيع الأغذية الشعبية والمخللات اسم البرنامج فني تصنيع غذائي اسم الوحدة تصنيع الأغذية الشعبية رقم مخرج التعلم رقم واحد اسم مخرج التعلم يصنع المخللات معيير الأداء واحد اتنين على حسب المعايير الموجودة عندك داخل كل مخرج نوع الأداء ده دليل تساؤل أو بطاعة ملاحظة دليل تساؤل أو بطاعة ملاحظة أو فحص منتج على حسب اللي موجود عندك داخل الوحدة أو داخل المخرج مكان التقييم فين مكان التقييم انت هتقيم الولد فين طبعا في معامل الصناعات أو في قسم الصناعات طيب تاريخ التقييم الفروس سالأولي امتى معاد الحصة بطاعة حضرتك معاد الحصة بتاعة حضرتك أو الفصل بتاعة هيكون امتى هتقيم فيها طيب من نهاية من نهاية اليوم اللي انت قيمت فيه الفرصة الأولى في خلال الاسبوع ده الطلب اللي غايب لو جالك خلال الاسبوع ده وآخر نهاية وآخر نهاية الفرصة التانية الحصة التانية بتاعة حضرتك بتاعة اليوم التانية يعني انت مثلا لو عند حضرتك يوم الحد التقييم يوم الحد التقييم يوم 11 مثلا يوم 18 اللي هو الحد اللي بعده ده نهاية الفرصة التانية نهاية الفرصة التانية اللي هو نعاد الحصة بتاعك يبقى كده خلال الاسبوع هو المدة القرونية خلال الاسبوع من نهاية الفرصة الاولى نهاية الفرصة الاولى اللي هو معاد الحصة بتاع حضرتك مثلا يوم الحد او يوم لاتنين اي يوم في اي يوم نهاية الفرصة الاولى خلاص خلصت انت قيمت الاولاد خلاص غايب مثلا عندك اربع او خمس طلبة هيجوا في معاد الحصة بتاعاتهم التانية مثلا او في اليوم التاني تقيمهم عادي ده نهاية لكن بعد ما ينتهي اليوم التاني بتاعك انتهت عملية التقييم ملوش تقريم تاني اللي هو بردامج علاجي بقى في ايه في نهاية الوحدة ده موعيد التقييم لازم تكون مع حضرتك زي كده موقعة من كله مختومة طيب بالنسبة للفصول بالنسبة للفصول بالنسبة للفصول مع حضرتك نفترض عندك فصلين او عندك ثلاثة عندك اربعة كل ورقة من دول كل ورقة من دول يعني مثلا برنامج فني تصنيع غذائي بيان بموعيد تقييمات الوحدة القسم المنفس للتقييم الصناعات الغذائية اسم المخرج الاول يصنع المخليلات يصنع المخليلات رقم المخرج الفصل الموعد الاول لتقييم ميعاد او موعيد نهاية اعادة التقييم موعيد نهاية التقييم في حالة عدم اكتياز التقييم الاول الموعد الاول مثلا انا عندي اتانية تالت عندي يوم اربعة يوم اربعة ده موافق ستاشر حداشر ستاشر حداشر ده يبقى نهاية الفرصة التانية يوم تلاتة وعشر حداشر عندي كده اسبوعه الفرصة الاولى يوم ستاشر للولد يبقى نهاية الفرصة التانية بتاعته نهاية الفرصة التانية يوم تلاتة وعشر حداشر طب عندي يوم الخميس اللي هو سبعتاشر حداشر يبقى الخميس اللي بعده في الاسبوع اللي بعده اربعة وعشر حداشر ده نهاية الفرصة التانية للمخرج الأول نهاية الفرصة التانية للمخرج الأول ويكون جاهزة ومخطومة معاك كده قد المخرج الأول ودي المخرج التاني بالموعيد بكله يكون جاهز معاك وفي نسخة معاك ونسخة مع المحاق الداخلي بتاع المدرسة ونسخة من ونسخة مع غرفة التقييم وتحقق نسخة مع غرفة التقييم وتحقق علشان يبقى عندهم علم بمواعيد التقييم علم بمواعيد التقييم طيب إذاعة التقييم مواعيد التقييم لازم كذا مكان أنا عن نفسي أعلنت في إذاعة المدرسة نشرت في جروب واصل عاملوا للطلبة نشرت في لوحة إعلانات المدرسة نشرت في لوحة إعلانات القسم بمواعيد التقييم ومضيت الطلبة بالعلم على مواعيد التقييم يبقى كده كل طالب ملزم بالمعاد بتاعه كل الطلب بلاستثناء مضت فكده كل طالب لما يغيب يبقى على حسابه بعمله استمارة غياب بعمله استمارة غياب لكل طالب يعني هنا على سبيل المثال في دليل المعلم أول أول مرفق أعسابه المثال أهو في دليل المعلم ده نفترض الولد غياب فيه الولد غياب فيه بعمله استمارة غياب ولبسه مكانه بشيل ده هو والمرفق رقم اثنين هو والمرفق رقم اثنين بشيلهم وحط مكانهم استمارة غياب بحط مكانهم استمارة غياب طيب بعد كده بعمل ايه الولد اللي طالما هنا في توقيع هنا التقييم مثلا التاريخ التقييم التاريخ هنا جدير او غير جدير هنا التاريخ اللي تقيم فيه امتى باجي تحت بكتب اسمي انا وبعد كده بوقع والتاريخ بتاع التقييم في نهاية المخرج من تحت بعد كده بكتب مربع في اسفل في اسفل الصفحة بكتب فيه الجدير كلمة جدير بالقلم الاحمر ويكتب مجمعة زي الامتحان العادي استمرت غياب فردية لكل طلب واستمرت غياب مجمعة لكل الطلبة استمرت الغياب الفردية بتبسها مكان المخرج تاني حاجة بعمل أصل وطلب صور من غياب الطلبة عن تقييم بسلم نسخة ممضي طبعا المحاق الداخلي عليها وقدرت المدرسة وشؤون الطلبة وبسلم نسخة ليه شؤون الطلبة وبحتفظ بنسخة النسخة التالتة بسلمها للمحاق الداخلي النسخة الرابعة بسلمها لغرفة التقييم والتحقق لغرفة التقييم والتحقق يبقى كده استمرت الغياب المجمعة من ليها أصل وثلاث نسخ بيتمضوا عليهم كلهم من المقيم اللي هو حضرتك مع الشؤون الطلبة مع المحاق الداخلي مع إدارة المدرسة بتسلم منها نسخة لشؤون الطلبة نسخة ليه المحاق الداخلي نسخة بتفضل مع حضرتك والنسخة الرابعة بتروح لغرفة التقييم والتحقق طيب بالنسبة للشيت بالنسبة للشيت هنا أنا عامل شيت يريد نشوفه مع بعض أهو دفتر تقييم جدرات الصف الثاني الثانوي الزراعي اسم المدرس هاني فتح سيد الواحدة تصنيع غزائي هنا الفصل الدراسي الأول اسم الطالب الفرصة الدليل النتيجة التاريخ المخرج التاني المرفق الدليل النتيجة التاريخ بكتب الفرصة أولى فرصة تانية برنامج علاجي والدور التاني قصوات كل ولد في كل شيء ست طلبة ست طلبة طبعا كده ودي دفتر التحضير زي ما انت شايفين مكتمل لحد الآخر أهو وبكده هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا